السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أحبتي في الله حياكم الله وأهلا وسلم بكم جميعا في درس جديد من دروس دورة برمجة موقع التوظيف بتقنية ISP.NET تعرفنا خلال الحصة الماضية على كيفية البدء في إنشاء الـ Apply Action التي تسمح لنا بالتقدم إلى الوظائف وإنشأنا الـ View الخاصة بها وأزلنا جميع الأدوات الموجودة واحتفظنا فقط بالميسج واجعلناه هكذا حتى نمرره إلى الميثود على هذه الكيفية فهنا أحبتي في الله لابد أن نشر إلى الأمر المهم وهو أن هذا الـ Parameter لابد أن يكون اسمه مثل اسم المربع النصي هنا تمام نعود إلى الـ Class Apply for Shop هذه الـ Class التي أنشأناها أحبتي في الله الخاصة بالتقدم إلى الوظائف تحتوي على معرف عملية التقدم وعلى الرسالة المراد إرسالها وعلى تاريخ الإرسال وعلى معرف الوظائف المراد التقدم إليها وعلى معرف الـ User الباحث عن الوظائف الذي يتقدم إلى الوظائف وهذه الـ Navigation Properties من أجل الربط مع جدول الوظائف وجدول المستخدمين في هذه الحصة إن شاء الله سوف نواصل وعلى بركتي له نقوم في الأول بإضافة جدول Apply for Job إلى الـ Database من خلال عمل Migration للـ Database لو أتنا إلى الـ Database سنجد أن جدول Apply for Job غير موجود وهو أمر طبيعي جداً لأننا لم نقوم بعد بعمل Migration للـ Database لو أتنا إلى Tables لا يوجد عندي جدول اسمه Apply for Job حتى أسطع إضافته لابد أن أتي إلى Package Manager Console View Other Windows ثم أبحث عن Package Manager Console وأضيف Migration جديدة حتى يتم اعتماد هذا الموديل على مستوى الـ Database لاحظوا هنا أحبة في الله Add Migration كما هو الحال مع صيغة إضافة الميغريشن ونسميها مثلاً Apply Jobs ثم Add يعني نضغط على Enter وننتظر رئيسة ما يتم تنفيذ هذا الـ Command هناك خطأ هنا يقول أحبة في الله في هذا الخطأ multiple object sets per type are not supported the object sets application users and users can both contain instances of type application user هنا يقول هناك خلق يعني وكأننا كررنا الإعلان عن object نأتي إلى الأكاونت View Model عفواً إلى Identity Model حيث يوجد Application User وتوجد DB sets يعني الجداول الموجودة هنا أحبة في الله نتأكد عندي جدول categories جدول الوظائف جدول apply for jobs هذا زائد هذا هو أصل الخلل أحبة في الله فهنا حصل الخلل لأنه يوجد عندي أصلاً جدول اسمه Users فبالتالي إنشاء جدول آخر بهذا الاسم هو سبب الخطأ باختصال إذا ظهر عندكم هذا الخطأ أحبة في الله فهذا معناه أن هناك تكرار لجدول معين جدول المستخدمين موجود مسبقاً هذا هو Aspenet Users وهنا تم يعني عمل generate لسطر أو لأمر يقوم ببناء جدول آخر مستنسخ من نفس الموذل فبالتالي لسنا في حاجة إليه نزيله حديد السطر ثم delete ونعيد الدخول من جديد إلى Package Manager Console Add Migration نكتب الأمر من جديد Add Migration Apply for Jobs ثم enter هنا طبعاً تضعونا الاسم الذي تريدون هنا هنا اسم الملف الناتج عن عملية الميغريشن تمام تمت العملية بنجاح هذا هو ملف الميغريشن أحبة في الله هنا الأب وسنجد الأسفل Add Down يعني إذا أردنا الصعودية الأعلى أو نزل إلى أسفل في عملية الميغريشن ثم نعمل update للداتابيس Update Database Enter حتى يتم تفعيل هذه الميغريشن على مستوى قاعدة البيانات جميل جداً تمت العملية بنجاح لو أتيت الآن إلى تيبلز وعملت refresh سأجد أنه بالفعل تم إضافة الجدول apply for jobs لو دخلنا إليه سنجد الحقول معرف العملية الرسالة تاريخ الإرسال معرف الوظيفة ومعرف اليوزر جميل جداً يعني تم بناء الجدول بعلاقاته مع الجدول الأخرى بنجاح جميل جداً نغلق بلف الموذل ثم نعود إلى الhome controller وتحديداً إلى الـ apply action حتى نواسل العمل الذي بدأناه ماذا لدينا هنا أحبة في الله الـ apply action تستقبل الميسج لماذا الميسج فقط وليس باقي الحقول كما ذكرنا لأن باقي الحقول تأخذ قيمتها تلقائياً اليوزر ID استقبلناه هنا والجوب ID استقبلناه في الستيشن عند عملية عرض تفاصيل الوظيفة يعني هنا في الستيشن جوب ID خزنة جوب ID الذي يظهر ثم اليوزر هو معرف اليوزر الذي يسجل الدخول حالياً ثم الـ ID الـ ID هذا تلقائي يعني auto increment يأخذ قيمته تلقائياً ثم الميسج هذا هو الذي يأتي عندنا في البرامتر يعني قيمته يأخذها من الـ view ولدينا كذلك الـ apply date هذا سيأخذ قيمته من التاريخ الحالي يعني لسنا في حاجة إلى تمريره في البرامتر لأنه سيأخذ قيمته من التاريخ الحالي ثم معرف الوظيفة جلبناه في السيشن عند عملية عرض تفاصيل الوظيفة ثم اليوزر ID معرف اليوزر جلبناه أيضاً من خلال الـ get user ID المتود الموجودة في الـ i-spanet identity والتي تسمح لنا بالحصول على الـ ID الخاص باليوزر الذي يسجل الدخول أما هذين الحقلين فهم عبارة عن navigation properties من أجل الربط بين جدول الـ apply for job وجداول الـ job واليوزر جميل جداً نعود إلى الـ home controller من أجل المواصلة هنا الـ apply هذه تعمل في وضع الـ get تعرض لنا الفورم وهذه تعمل في وضع الـ post يعني ترسل البيانات إلى السيرفر الـ user ID حصلنا عليه job ID حصلنا عليها سنحتاج إلى ماذا سنحتاج apply date وفضل أن أتي وأعلن عن object من الـ class job apply for job apply for job سوي new apply for job سيطلب مني جلب الـ namespace models أجلبه نعم ثم أمرر الحقول job dot user ID يساوي ماذا؟ يساوي الـ user ID الذي جلبناه ثم job dot job ID يساوي job ID الموجود لدينا ثم job dot message يساوي المساج القادم في الـ parameter ثم job dot apply date يساوي الوقت الحالي dot time dot now ثم ما الذي لدينا أيضا ثم ماذا لدينا أيضا أعتقد هذه الـ properties الموجودة لدينا الـ message والـ apply والـ user إلى آخره طيب الآن نضيف هذه البيانات إلى الـ database الـ database عندنا وهو الـ object المسمى DB المعلن عنه هنا DB المستنسخة من الـ application DB context والتي تمثل الـ database يعني حتى نستطيع أن نضيف إلى الجدول نقول له db dot apply for jobs اسم الجدول الذي نتج عندنا قبل قليل dot add ونضيف إليه الـ object المسمى job جميل جدا بهذا كيفية نستطيع أن نضيف الوظيفة ثم نعمل db dot save changes حتى نعمل حفظ للتعديلات ثم ما الذي لدينا أيضا سنحتاج إلى بعض التعديلات على مستوى هذا الكود خاصة أنه لا يمكن أن نسمح لليوزر الواحد أن يتقدم إلى الوظيفة الواحدة أكثر من مرة يعني مثلا خالد السعداني لا يمكن أن يتقدم إلى وظيفة مصمم في الشركة الفلانية أكثر من مرة يعني لا بد أن نتحقق من هذه العملية يعني كل يوزر يمكن أن يتقدم مرة واحدة إلى وظيفة معينة تمام نعمل save ثم عندي نقطة أخرى أحبتي في الله هنا فيما يخص عملية الـ apply فلا ينبغي أن تكون هكذا مفتوحة للعموم يعني أي شخص يستطيع أن يتقدم إلى وظيفة لا بد أن يسجل الدخول أولا حتى نحصل على الـ user id الخاص به وإلا فإنه سيحصل عندنا خطأ حينما سيتم تنفيذ هذه method get user id من أجل الحصول على معرف المستخدم الذي يريد أن يتقدم إلى هذه الوظيفة ويجد بأن هذا الـ user غير مسجل للدخول ستحصل exception هنا ويحصل خطأ فبالتالي سنلزم الـ user بتسجيل الدخول أولا قبل أن يظهر له الفورم الخاص بعملية التقدم يعني هنا فوق الـ apply التي تعمل في الـ get سنضيف الـ authorize الـ authorize attribute كما رأينا في الـ SBNet Identity يسمح لنا بمنع المستخدم من الوصول إلى أكشن معينة إلا بعد أن يعرف نفسه ويمكننا أن نعمل authorize لـ rule معينة أو user معين أو مجموعة من الـ rules أو مجموعة من الـ users وما إلى ذلك جميل نأتي إلى الـ index من أجل استعراض ما قمنا به view in browser نأتي مثلا إلى هذه الوظيفة صحافي ومراسل أعمل تفاصيل هذه تفاصيل الوظيفة أتقدم إليها أتقدم إلى هذه الوظيفة لاحظ الـ authorize هنا ستعمل وسيمنعني من الوصول إلى الـ view سيطلب مني أن أسجل الدخول بالفعل لاحظ أحبة تفاصيلة طلب مني أن أسجل الدخول أعمل له الـ login طبعا أنا نسيت الـ password سأشارك من جديد إسم المستخدم إسم المستخدم وليكن مثلا أيمن نوع الحساب باحث عن الوظيفة ثم أضع الإيميل كلمة أسير كلمة أسير ثم تسجيل تم التسجيل بنجاح أعود إلى التفاصيل أتقدم إلى هذه الوظيفة لاحظوا الآن لم يطلب مني تسجيل الدخول لأنني صرت مسجل الدخول وهنا سيطلب مني أن أكتب رسالة مثلا مرحبا اسمي أيمن حاصل على ديبلوم في الصحافة والإعلام مثلا وطبعا هنا التصميم لا بد له من تعديل هذا التصميم لا ياروق لي أعمل له تأكيد أعتقد تمت العملية أتحقق من ذلك أتي إلى الـ database أدخل إلى tables وتحديدا إلى apply for jobs أعمل show table data بالفعل تم تسجيل العملية بنجاح معرف الوظيفة أربعة تاريخ التقدم ومعرف اليوزر والمسج المراد إرساله إذن تمت العملية بنجاح لو عملت تأكيد مرة أخرى سيتم إضافة نفس الوظيفة لنفس اليوزر وهذا الأمر ينبغي أن نتفاعده لاحظوا تأكيد أتي وأعمل refresh تكرر الأمر مرتين وبالتالي ينبغي أن نمنع هذا الأمر أحبتي في الله كيف أستبدأ إلى ذلك؟ المسألة البسيطة تحتاج فقط إلى عمل عمليز التحقق home controller نأتي إلى apply هنا أحبتي في الله لابد أن نعمل check لجدول apply for jobs وأنه لا يوجد عندنا أي يوزر تقدم إلى الوظيفة الموجودة عندنا سأتي وأعلن على المتغير أسميه مثلا check يساوي الجدول عندنا هو apply for jobs وهنا سنضع الشرط نضع بحيث job id يساوي job id الموجود عندنا هنا عفوا job id الموجود عندنا ثم and يعني هنا هو a dot user id يساوي dot user id يساوي المنطقية user id الموجود عندنا ألغي هذه الجوانب حتى يظهر الكود كاملا ثم dot to list ما معنى هذا الكلام حبتي في الله نقول لو اذهب إلى جدول apply for jobs الموجود في الdatابيس وابحث لي عن أي عنصر job id الخاص به يساوي job id الموجود عندنا حاليا والuser id الخاص به يساوي user id الموجود عندنا حاليا إذا وجد هنا مركا أو مربع الفارس كما يقال if check dot count يعني عدد العناصر التي تم الحصول عليها إن كان أقل من واحد يعني صفر فهذا يعني أنه لا يوجد أي user تقدم إلى هذه الوظيفة فهمتم كيف أحبت في الله معنى أن هذا الشرط غير متحقق وبالتالي لا يوجد عندنا المستخدم الحالي التقدم إلى الوظيفة الحالية يعني إن كان عدد العناصر الحاصل عليها أقل من واحد يعني صفر فبالتالي نقوم بعملة الإضافة ما في مشكلة يعني نأتي ونعلن عن object بهذه الكيفية أشرح من جديد أحباتي في الله لأن هذه المسألة تبدو بعض الشيء غامضة ما الذي قمنا به أتينا إيرجاد وابلي فورتشورس وبحثنا عن الوظيفة الحالية وعن يعني إن كان بالفعل هذه النتيجة ترجع لي شيئا فهذا يعني أنه يوجد عندي مسبقا هذا اليوزر قد تقدم إلى هذه الوظيفة فبالتالي ينبغي أن أعرض رسالة كيف نمرر البيانات من الـ action إلى الـ view هذه نقطة مهمة أيضا أحباتي في الله وسنراها إن شاء الله في دورة اسبي نت لكن سنراها اليوم كذلك كيف نمرر رسالة خطأ من الـ action إلى هذه الـ view سنتعامل مع الـ view bag والـ view bag أحبت في الله هي عبارة عن dynamic property يعني نستطيع أن نضيف إليها من نشأ من الـ properties ومن الـ values وبالتالي نستطيع أن نتعامل معها في تمرير البيانات بين الـ action وبين الـ view عندنا الـ view bag عندنا الـ view data عندنا الـ temp data يمكننا أيضا أن نستعمل session لكن أفضل خيار هو الـ view bag أو الـ view data لأنها تعمل في الـ request يعني في الـ request الحالي سيتم حفظ القيمة يعني القيمة تحفظ مؤقتا إذا انتقلنا إلى request أخر سيتم يعني نسيان القيمة وبالتالي استضيع وهذا هو ما نريده نحن عندنا رسالة خطأ نريدها أن تتعامل مع الـ request الحالي current http request وإذا تغير http request خلاص لا نريد هذه الرسالة أنه سيكون عندنا عملي أخرى وما صار جليد تمام يعني سنأتي هنا بعد الـ db.save changes ماذا سنقول له سنقول له view bag dot ونسمي الرسالة مثلا result أفضل result يساوي ونضع الرسالة بالشكل الذي نريد مثلا تمت الإضافة بنجاح else view bag dot result يساوي طبعا هنا أضع اسم الـ property التي أريد لأنها dynamic property لكن لو أدى أن أراعي عند النداء نفس الاسم وهنا نقول له مثلا المعذرة لقد سبق وتقدمت إلى نفس الوظيفة تمام ثم نأتي إلى الـ apply وهنا مثلا نأتي ونضيف div على طريقة الرازر نقول له if view bag dot ماذا اسم الـ property ما هو اسم الـ property؟ اسمها result if result not null يعني إن لم تكون فارغة نقوم بعرضها في الرسالة هنا هكذا إن لم تكون فارغة نعرض الرسالة نعرضها مثلا على شكل H3 مثلا at view bag dot result جميل جدا يعني إن كانت هنا الكرسالة نقوم بعرضها سواء بالإيجاب أو بالسلب يعني هل تمت الإضافة أم أنه تم تسجيله مسبقا في الوظيفة نأتي الآن إلى solution ونستعرض من جديد view in browser تمام نأتي مثلا إلى نفس الوظيفة التي تقدمنا إليها نعمل تقدم سأعمل تأكيد لاحظوا بالفعل يقولي المعذرة لقد سبق وتقدمت إلى نفس الوظيفة سأتي إلى وظيفة أخرى لم أتقدم لها مثلا محاسب أتقدم إلى هذه الوظيفة أكتب لسلم مثلا مرحبا تأكيد تمت الإضافة بنجاح جميل جدا لو أتينا إلى الdatابيس refresh مرحبا نعم لو عملت تأكيد هذه المرة سيقولي المعذرة لقد سبق وتقدمت إلى نفس الوظيفة أرجو من الله العليا قادر أن يكون الدرس نافع أحبتي في الله نكتفي بهذا القدر ونلتقي في الحسن المقبلة بحول الله وقوته دم لكم البشر والفرح والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ترجمة نانسي قنقر